بهدفنا التاني أن نطبق خاصة الطالب خاصة مركز سقا المسلس في حل المسائل ورح نأخذ تطبيق صفحة 20 في المسلس A-A-B-C المرسوم جانبا لدينا هالمسلس أعطونا B-M متوسط مين ألي متوسط حطينا خط صغير على A-M وحطينا خط صغير على M-C فهو M إذن منتصف A-C وبالتالي B-M متوسط وكذلك N منتصف B-C وبالتالي A-N متوسط إذن عنا متوسطين يلتقي في نقطة O وبالتالي O هي مركز سقا للمسلس مين قال لي؟ لأنها نقطة تلاقي متوسطات والمطلوب احسب O-N وB-O ويحسب مع احسب النسب O-M على O-B وA-O على A-N إذن نبدأ بحساب O-N إن هاي الأطعص هاي O-N جزء من المتوسط A-N تمام؟ لأنه جزء من المتوسط A-N وأنا A-N بعرف طوله 3 عطينا طول A-N 3 فبطبق الخاصي اللي بغضر بيحسب فورا فيها طول N-O عطينا إذن طول A-N المتوسط كله وأنا عندي بدون N-O فبروح بطبق الخاصة التالي في المسلس A-B-C لدينا A-N متوسط حسب خاصة مركز سقا المسلس في بيكون ناخد التناسب التالي O-N O-N عفوا O-N على كله A-N عطينا كله ويساوي الثلاث منين جبناه إننا لكون إحنا في عنا 3 تناسبات حفظانينا التناسب أحد التناسبات بإنه O-N على المتوسط كله يساوي الثلاث يعني O-N تلت A-N طيب A-N أنا بعرفة 3 منعود إذن منشيل A-N منحط 3 O-N يساوي 3 على 3 يساوي 3 بضرب الطرفين بالوسطين O-N ب3 وبقسمة على 3 فبصير O-N يساوي 3 على 3 واحد إذن الجواب الأول هيك مكون قدرنا نحسب O-N وتساوي الواحد ضل علينا حساب B-O طول القطعة B-O رح ناختب لون تاني لدينا B-O هي قطعة جزء من المتوسط B-M وعطونا B-M 9 على 2 رح نفكر بتناسب نستفيد منه وفورا يحسب لنا B-O نعرف إنه B-O على B-M يساوي 3 B-O هو الجزء الأكبر على B-M يساوي 3 نكتب بما أن B-M متوسط فإن B-O على B-M يساوي 3 B-M بنعرفها 9 على 2 من عوضة بيصير عنا B-O على 9 على 2 يساوي 2 على 3 بإمكاني أضرب 9 على 2 ضرب 2 على 3 B-O بتطلع تساوي 9 على 2 ضرب 2 على 3 بنختزر 2 مع 2 بيضل عنا 9 على 3 والجواب 3 إذن بيكون حسبنا كمان طول B-O 3 تمام و-O قبل شوي حسبناها واحد نجي على النسبة الأولى بدون يها A-O على A-N بعوض الأرقام A-O A-O أنا بعرف كل A-N طوله عطيني يا 3 حسبت O-N واحد معناتها A-O يساوي 2 إذن A-O على A-N يساوي 3 عوض أرقام ولكن أنا بعرف فيها عندي حسب خاصية مركز ثقة المسلس أنه القطعة A-O على القطعة A-N يساوي 3 بيمكني فوراً اكتبها أنا طول المتوسط كله أربعة ونص أربعة ونص ناقص 3 هاي 3 ويساوي واحد ونص مين قال ليه أربعة ونص يا تاسع بيم تسعة تنين يعني أربعة ونص تمام فمنحط O-M هي واحد ونص على O-B تلاتي واحد ونص على تلاتي نضربها بالتنين أو فوراً ما نلاحظ الواحد ونص هي نص تلاتي فالجواب نص أو لا بتحب تضربها بالتنين بتصير تلاتي على ستي كمان الجراء الجواب نص وهو المطلوب هيك بنكون خلصنا المسألة الأولى لخاصية مركز ثقة المسلس